أن الإنسان يبخل بما أتاه الله ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه المال مالي كما ورد في الأثر في الحديث القدس المال مالي والأغنياء وكلائي والفقراء عيالي فإن بخل وكلائي على عيالي أخذت مالي ولا أبالي المال مال الله أما حكيت أنا عملي أنا عملته أنا سويته أنا رجل عصامي أنا عظامي أنا لحمي أنا عظمي الكلام التهديد تقول له والمال مال الله أنفقوا مما جعلكم مستخدفين فيه يعني احنا اليوم معنا قصة خطيرة ترعب الإنسان والله سبحان الله العظيم إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمونها مصبحين ولا يستثنون يعني إن بلونا أهل مكة امتحناهم يعني بالقحط كما بلونا أصحاب الجنة أصحاب الجنة دول كانان ثلاثة إخوة أبوهم ترك لهم حديقة ضخمة جدا في سمال صنعاء هذا كذلك تقول كتب التفسير يعني ولما تركها لهم الأب كان كريم فكان يعطي ومن يشكر فإنما يشكره نفسه ولئن شكرتم لا يزيد أنكم كلما لو أحد يعطي الحبة عند الله بصممات حبة والله يضعف لمن يشاء المهم لما مات الأب الأولاد أحيانا يقوله أصحابون دي كان رجل يعني طيب هم يعني مؤدبين شوية والقصدوم يعني رجل خايب يعني والعاذ بالله يعني رجل طيب يعني يا رجل يعني ياتم يعني جاعد يوزع للفقراء أن يطعموا من لو يشاء الله وأطعمه وهم لا يعلمون أن ما المال ماله الله وأن هؤلاء الفقراء لهم يا أخي يأخذ في الميراث إذا حضروا للقسمة القربة يعني فاك فيجب أن يأخذوا من الشيء يا أخي نظر حتى حس الإسلام العجيب قال أنا داخل بفاكهة قال إيه إما أن أدخل شوف نظمة الإسلام إما أن أدخلها سرا وإما أن لا تخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده ابن الجيران فقير ما عنده يا أخي أنت تأخذ كم ألف هو ما يأخذ خمسمائة فيمكن ما يستطيع أن يشتري فأنت إما أن تعطيه منها وإما أن تدخلها سرا وإما أن لا تخرج ولدك ليغيظ بها ولدك وإذا طبخت ألف لا تؤذيه بقتار قدرك إلا أن تغرف له منها إيه العظمة دي بالله عليكم لو طبخنا هو الدين ذيحية وجلباء وصلاة وصيحة أخي والله أنا ليس هذا هو الدين الدين طبعا دي أساسيات أن تصلي وأن تصوم هذه أساسيات لكن الدين مش بقوص الدين ليس مظاهر الدين عطاء الدين إحساس أنا الله أعطاني يعني أشكر الله على هذا العطاء اللي ربنا أعطاه علم يعلم الناس اللي أعطاه جاه يخدم الناس اللي أعطاه مال ينفق على الناس لماذا؟ لأنه يجي يوم سبحان من يعز من يشاء ويذل من يشاء أما قرأنا قول الله ونحن في شهر القرآن قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير سبحان الله الفقير يصير غنيا والغنيا ده حتى على مستوى الدول إحنا كنا الأمة رقم واحد في العالم من 1400 سنة أصبحنا الأمة إذا كان في دول الأم المتحدة 162 دولة إحنا الرقم 161 لماذا؟ لأن أجدادنا الصالحين سلكوا كتاب الله فصاروا الأمة رقم واحد وكان الرجل الأوروبي والحاكم في روما وفي فارس لما يحب يظهر ثقافته يضع بضع كلمات عربية وسط الكلام لتظهر ثقافة الرجل والآن إحنا نستحي من دغتنا وإذا قلناها كسرناها وهتكنا عرضها وجعلنا السبويه يتململ في فراشه أو في مضجعه يا جماعة الخير أنا أريد أن أقول أن العطاء إنما هو عطاء الله هؤلاء ابو خلاء ثلاثة ورثوا عن أبيهم حديقة قالوا أن نحن نجي بالليل ونجمع الحصاد والفقراء لا يروننا ونحن نجمعه حتى إذا أتوا إلى الصباح نقول لهم أين الفاكهة انتهي لا رطب ولا عنب ولا تفاح ولا غير سبحان الله فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصري يا الله بالليل الخلاص على وشك الحصاد وما قالوا إحنا نيجي على نص الليل ناس نائمة القرية نائمة كلها ونروح نجمع عن إيه الحصاد طاف عليها طائف مران إلا أنبت الفاكهة هو الذي يضيعها واللي أعطى هو الذي يأخذ واللي منح هو الذي يمنع ولكن أنت تنسى تظن أن بعقلك وبدراستك للجدوى وإجازاتك العلمية ومكانتك الاجتماعية والكرسي اللي أنت جاعد عليه يا ابن الحلال يعني يجب أن تتقل وتخاف من النعمة أن تزول فتنقلب عليك نقمة والله أحيانا النعم تنقلب إلى نقمة فنسأل الله أن تكون النعم يعني في ميزان حسناتنا شاكرين لله فيها فعمل طاف عليها الطائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم ألطف يا لطيف يا الله فتنادوا المصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارم إن كنتم جامعين لا توقع على الله فذهبوا إلى الحديقة فماذا وجدوا يا الله فأقبلوا ذهبوا وهم قال ربنا وهم يتخافتون ألا يدخلن اليوم عليكم مسكين لا حول ولا قوة إلا بالله لا تجعل الفقراء يدخلوا لا 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 أتردوا ولذلك ليه الغني يوم القيامة لما لا يعطي لماذا تحول أمواله إلى صفائح من نار ويقوى بها جباههم وجنوبهم وظورهم ليه الثلاثة أماكن دي أنا عايز تقرار القرآن بتدبر قال أول أنا غني ما شوف الفقير جاي يقطب جبين أو جاي يطلب أو يقدم الطلب الشهر بتاعه أو أقطب قال أنت تقطب جبينك أخوك الفقير وبعدين أعطيه جنبي طب تعال يا جنبه وبعدين توليه ظهرك يقول لمدير مكتبه لما تشوفه المكتب مشيه ما تخدرش يقابلني لا حول ولا علامة الكبر كلكم لآدم وآدم من تراب هو نحن فيه شر حاق بالأمة إلا لما أصحاب الزكوات قصروا ولم يعطوا حقوق أخوانهم الفقراء ست دول عربية مسلمة منتجة للبترول زكاة ركازها ستين مليار دولار زكاة ركازها من عشرين بالمئة لو أخرج أغنياؤنا ما عندهم من زكاة أموالهم حقا لإخوانهم الفقراء لما صار في عالمنا الإسلامي فقير واحد أما الفقر في العالم تسعة واربعين بالمئة منه في العالم الإسلامي تسعة واربعين بالمئة هذا إحصائية الأمم المتحدة أنا لا أخترع في رمضان كلام يعني أؤلفه من عندي هذه إحصائيات لماذا؟ لأننا قصرنا كمسلمين في أن نحفز إخواننا الأغنياء وأحببنا الرحمة والعطاء عندهم وعلى إخوانهم الفقراء ما جعل الله قوة الفقير إلا في فضل مال الغني فما جع فقير إلا بتخمة غني الفقير اللي جع يعرف أن في غني أخذ أكثر من حقه ولذلك جاءوا وهم يتخافتون ألا يدخلها اليوم ألا يدخلنا اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين يعني غدوا على مكر ولف ودوران فلما رأوه لما شافوا البستان البستان كان لسه بالليل سبحان الله المغرب بالأمس يعني على أشد في الطرح قالوا إنا لضالون يا الله مش ممكن هذا بستاننا احنا نبدو تسلكنا طريق آخر هذه ليست حديقتهم عبارة عن إيه عمدة خشبية واقفة لا فروع لا أوراق لا ثمار لا خضرة كده سبحان الله العظيم أصبحت كالصريم مسرومة سبحان الله العظيم قال أوسطهم اللي هو العاقل اللي فيهم اللي فيهم ألم أقل لكم لو لا تسبحون مش معقول يا أخوان التسبيح ليس بالكلمات التسبيح بالعمل أنا أسبح رب العباد أعطي أسبح رب العباد أنفق أسبح رب العباد ليس كلم أنا أستفيد إيه من عبادتك عبادتك بينك وبين الله أما عبادة الحقيقية أن تنفق مما أعطاك الله سبحانه وتعالى واتقوا النار ولو بشق تمرة والله في الآخر قالوا إن كنا لظالمين إن كنا ظالمين وبعدين وبعدين قال فبعد ما كنت ظالم وبعدين أقبل بعضهم على بعض يتلاومون وبعد ما يتلاومون بعد اللون لا تساعة من دم القضية كلها قضية أن الله يعطيك النعمة وينتظر منك ماذا سوف تصنع تقيد النعمة عندك بقيد الشكر زي السيارة أو الدابة الدابة اللي لم تربطها وتقيدها تفك منك طب والنعمة اربطها بشكرك لله فيها شكرك من جنس النعمة الغني الذي يقوم الليل ويصوم النهار أقول له لا والله ليست هذه عبادتك أنت يا غني يعني يريد تكون غني أكثر بالحلال بس أخرج مال الصدقات ووزع هذه عبادتك وأنت أيها العالم لا تجلس في البرج العاجي يقول أنه مالي بالناس مشاكلهم كثيرة أنا أقول أقول حلال وحرم طول حياتي طبعا لازم شغلتك مهمتك وأنت يا صاحب الجاه افتح مكتبك وقابل أصحاب المشاكل وحل مشاكلهم خلي إنسان يدعو لك بالخير وأدخل السرور على المسلمين أحبة في الله عسى هذا الشهر الكريم أن يكون وقفة ما بين الغني وماله وبين صاحب الجاه وجاه وبين الإنسان الذي يستطيع أن يعطي عندئذ نكون مسلمين بحق ونكون قد حققنا ديننا وأدخلنا السرور على قلب رسولنا صلى الله عليه وسلم السؤال الذي يطرحه الإنسان منا ماذا قدمت أنا للإسلام حتى ألقى الله به هذا هو سؤال كل واحد منا في هذه الحلقة هذه بعض من عبر قصة أصحاب الجنة اللهم جعلها جنة في الآخرة ورحمة يا رب العالمين اللهم هيئ لبناتنا أزواجا صالحين والأبنائنا زوجات صالحات ورزقنا التوبة والأوبة إليك يا رب العالمين وأن تردنا إلى ديننا ردا جميلا حسنا أنت ولي ذلك والقادر عليك وصلى الله وسلم وآله وصحبه وسلم نستطيعكم الله الذي لا تضيع دائعه لا تنسون من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته